السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم متابعين الكرام في كل مكان في العالم معاكم أبو حمود المصري وهنعمل أرج معلق الأرج المعلق إن شاء الله هنبدأ ونشرحه واحدة واحدة كده مع بعض طبعا إحنا زي ما تشوفت نزلنا وزنة في ناحية اليسار ونزلنا خيط ونربطه في دلوقتي الخيط ده لأن احنا نعتبره وزنة مايش الخيط ده عبارة عن وزنة هتمشي معنا على طول كويس طبعا الخيط سالك كده ترفع فيه وتمشي معاك براحتك خالص هنرفع الدم باليمين زي ما انت كده شايف عملنا جلسة طبعا هنعمل جلسة زي ما انت عايز مثلا هنخلوها 70-80 سنطي مافيش أي مشكلة بعد كده هنبدأ نعمل الدوران هنبدأ نعمل دوران داخل لدوه كده معانا مثلا دوران حديد المساحة بتاعتها 80 طولة 120 هنبدأ نعمل الدوران زي ما انت كده شايف شايف الخيط الخيط طبعا لما ترفع الخيط بيحتاج ان انت ترفع الناحية التانية طبعا الناحية التانية اللي على اليسار مافيش جدار ماشي معاني فاحنا نزلنا الساعد عشان كده يا الخيط كل ما نرفعه من هنا نرفعه من هنا نرفعه من ناحية التانية احنا كده اعمال الجلسة بتاعتني الجلسة بتاعتنا هتبقى حوالي 70-80 سنطي وكده نطلع بكتف جنب العمود 20 سنطي طبعا الوزنات هتوزن من جنب العمود وتوزن من الداخل بحيث الكتف يطلع معك مسؤولا بعد كده تبدأ بكتف الدوران 20 سنطي تاني اللي هو هيمشي معك الدوران ده هيمشي معك للاخر لفوق زي ما انت كده شايف معاي في الفيديو خلي بقى لك احنا كده خلعنا الدوران اللي هو المتر وعشرين وزحزحناه لفوق بقدر الامكان يعني خدناه بالنظر بحيث انها الكتف يعمل معانا لفه بص احنا كده وصلني بمنسوب الشباك اللي احنا شغالين به على الواجهة برا فحطينا سيخ ركز معاي حطينا سيخ والسيخ دوت هنملاه هنملاه طوب كويس هيتميلي طوب دلوقتي احنا ملينا السيخ طوب للاسف في الحتة دي ما زبطتش معانا في التصوير اتصورت وما تحفظت شي فسامحونا عادي احنا بنينا كده وحطينا السيخ دوت حطينا نظام رف بعد كده عملنا السجالي كويس ضلعنا على السجالي هنعمل لي بقى جبنا سيخ تمام السيخ ده على ما اذكر كان 5 متر السيخ كان 5 متر طبعا هتشد السيخ هيعمل لك القوس بالمستوى اللي انت عايزي تخيل اتصبط بايدك كويس كده زبطنا يا القوس تمام اتشيج عليها وبعد كده نبدأ نشتغل على طول مفيش اي مشكلة طبعا هذا الكتف اللي احنا عملنا اللي هو الرف قبل كده كان في فيديوهات كتير شرحناه وكان ظاهر ان احنا بنبنيه زي باس ومفيش اي مشكلة يعني تعمل جالسة خشب وتبني الطوبات وتاخد المدماكت جفلي وبعد كده تروح يا مركب السيخ وسط الطوب فما فيهاش اي مشكلة هنكمل الكتف بتاعنا اللي هو تم بالعمود نسحب معالا فوق والكتف التاني ده هيمشي معانا بالميول بتاع الصيخ طبعا الساعد اللي نزلناه في اول الفيديو ومساعدنا جامد في رفعة الخياط يعني بص احنا كل ما نطلع بنرفع الخياط فمافيش اي مشكلة تمام هنرفع الجلسي الحوالي مترين وثلاثين الكتف ده هنعمل مترين وثلاثين اعملنا الجلسة الاولانية مثلا على متر ونصف او متر وثلاثين بعد كده هنعمل ارتفاع الشباك ده هيكون متر او متر وعشرة مش هتفرق كدير على حسب المساحة بتاعت البيت اللي عنده طبعا احنا لو كملني على الصيخ الصيخ مش هيستحملنا طبعا لان الصيخ ضعيف فاحنا هنعمل يدي الوقتي هنعمل اسجالة تمام زي ما انت كده شايف ابو حمودي حط لنا برميليان تمام وحط لنا اسجالة هنبدأ انجف له تحت الصيخ عشان خاطر ياه الحمل يبقى محمل على السجالة تمام حامل بيشيل الصيخ عشان لما تيجي انت تحمل على الصيخ الصيخ ما ينزلش لتحت ويتلوي ده عبارة عن حامل ايوصل لغاية الصيخ كويس تمام طبعا عشان خاطر نوفره في الضوب او كده فبنحطه خشب كويس تمام كده ها اي نعم كده احنا امننا السيخ بحيث ان احنا لما نبنى عليها ففي حاجة شايلانة خلاص كده نكمل مباني مفيش اي مشكلة خالص كده نبنى فنبدأ ونرفع الكتف ونمشي مع السيخ طبعا احنا كده وصلنا الكتف لغاية الارتفاع اللي هو مترين تلاتين الارتفاع اللي احنا محتاجين يعني مترين تلاتين او مترين واربعين الارتفاع اللي انت محتاجي بعد كده تبدأ اياه اتجيس مساحة الشباك اللي انت عايزي دبنا الدوران كويس الدوران متر نبدأ الليف في الدوران لابعا لازم مثلا عملنا فتحات في السقف لان الارتفاع زي ما انت عارف يعني محلق ومساحة كبيرة جدا طبعا مساحة الارتفاع مترين وسبعين يعني الحتة الفاضية مترين وسبعين فاحنا لازم نعملولها مثلا فتحات في السقف كده ننزل فيها حديد عشان تمسك الارتفاع كده ويبقى العرش متين تمام خلينا الليف في الدوران دلوقتي لازم لفت الدوران تمشي كل جالب على الخياط عشان ما يبقاش فيه ميلي ايمين ولا شمال اكيد يعني ما ينفعش يعني تلف الدوران من غير ما الخياط يكون ماشي معه طبعا هنعيد برضو ان اللي مساعدنا في رفعة الخياط اللي هو الساعد اللي نزلناه في اول الفيديو ان انت علي يسار ما معكش حدا تلك اتركب فيها الخياط يعني الحيطة دايما نجمعها فالجنب الثاني وروح يا تشد الساعد والخياط تربض ايوه شوفت ابو حمودي راح رفعة سنة بحيث ان هو يمشي معايا مع الخياط في حالات كده بسيطة بس مهمة جدا يعني ما ينفعش تعدي عليك او ما ينفعش تسيبي في حال ان انت تسيبي فكده اتسبب خلل كبير في الشغل كويس والحمد الله زبطت معانا في الاخر جالب كويس تمام حلو خالص احنا كده هنبدأ عادي نجفلوا المساحة اللي جاعدة ماني والارش ده منظره جميل جدا وفي نفس الوقت ما واخدش طوب كتير يعني ما اخدش حوالي ربع مد كالب 350 جالب الارش كله يعني معديش ربع مد كالب تمام طبعا هي اللف كله على السيخ لو انت واخد بالك طبعا احنا عملني السجالة اللي تحت السيخ ديه كحامل يعني هو الحامل ده اللي هو شاي لطوب فاحنا بنبني هم نطمنين يعني لانها الحمل مش على السيخ الحمل على الطوب اللي هو تحت السيخ قويس تبدأ اتجف العادل المدموك الاولاني كده مع السيخ تمام طبعا هنا زودنا طوب عشان الحتة دي عمودية على السيخ عشان ما يحصلش تحميلة زايدة على السيخ الحديد فزودنا له كويس المهمة برضو تزود الاسمانت خلي المونة اسمانت هزايد في الدوران لان الدوران يعني هو اصلا مش هيخد مونة كتير بس انت لو عملتش كارت اسمانت اسمانت هزايد كويس هتشيلك يعني وهتديبك بازن الله تمام كده خلاص كده جفلنا الارش اللفة الاولى كويس هنبدأ نعدل نحط السيخ السيخ دي طبعا عشان خاطر الارش طبعا ماينفعش يعني ماينفعش يعني ماينفعش اتعديه كده من غير متمتني انا ركبنا السيخ في اليمين وفي اليسار وفي برضو سيخ رايحة في السجف بس هوا يعني معلش التصوير كان مسافة بعيدة فماكدرتش نليب ونحن وربتوا السيخ ونلفوها بالكنات برضو كده جفلنا الحمد لله الارش زي ما انتو كده شايفين انعبوا موني كويس متنساش طبعا بقى متخلص الدوران اتلف من الخلف وتعبيمونه كويس تمام الحمد لله كده خلصنا الدوران تاني يوم ان شاء الله حشنا الخشب وحشنا كل حالة وده منظر الدوران اللي انت شايفي كويس ده بعد ما تفنش تمام بعد ما تفنش مباني ان شاء الله بإذن الله الفيديو يكون عذبكم واستفدتم مني شكرا لكم واستنونا في فيديوهات تانية ان شاء الله تكون مفيدة لنا وليكم ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس ويتشاركوا الفيديو لو عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته